هي جولة الحسم التي ارتكز عليها الستي بنقطة الفارق الوحيدة عن منافسه ليفربول تسلق الستي فاستعاد الصدارة واستحق اللقب على ارض مدينة برايتون كان القول الفصل لمانشستر سيتي انجاز باربعة هداف خطفها الستي ليكون اول فريق يحتفظ باللقب منذ ان حققه مانشستر يونايتد عام 2009 فالاستحادة انجاز باربعة هدافت غير انجاز باربعة ٦٠٠١٠٠٠٠٨ٰ انجاز باربعة جيدا مع تسالر طورة مختلفة اعتقد انجاز باربعة حق كدير ولكن ات FOZ تنقلات فقط انجاز باربعة جدا اعتقد انجاز باربعةuck وأحب ادعو انجاز بارب organisك اعتقد انجاز باربعة فرصة مجددا انجاز من تأشير تحديدين الى سنة الوقت من يمكنة التعائيل المخصوص الذي تجاونا على هذا الموقع يجب جدا. أقوم بـ 4-1 الحنوية التعالي. هذا الموقع يجب جدا. في جنورة فجيزة سيات crosses 7 سنوات، فهموا 14 سنوات عن رنها. أعتقد أن واحدة فجيزة سياتما هو المفاور بلسات المباشرة التي لديه إذا لم يكون الهدف النضان. لأن نهجب التعالي من قطعها معمشات مع مخلوقات وشيئات وشيئات في سمرة عقلات. with probably one of the best managers that's ever come here has been amazing, a fantastic season It's been a very good season I think we've topped last season very good support all round players have performed and I think we've done quite well Today, fantastic very nervous to start with we were all talking about would we do a QPR again and have to save it in the last few minutes but this team is too good now كان للمدرب الكتالوني بيب كوارديولا وفريقه ما أراداه وضع مثالي وفوز بدى حاسما قبل مواجهة برايتون فوز تخطى به منافسه لفربول بعد تحديات موسم صعب أثمر الموسم وتحققت آمال القمر السماوي لقى ببطل الدوري بجدارة بعد أن أنهى أشرس صراع عرفه لبريمير ليج في تاريخه حمزة لبحيصي لقنوات أبوظة بالرياضية برايتون